وقعت شركة بابكو انرجيز اتفاقية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر لاستكشاف سبل التعاون في الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة الرياح في مملكة البحرين بقدرة تصل إلى 2 جيجاوات وتعد هذه الاتفاقية بمثابة خطوة استراتيجية تدخل من خلالها شركة مصدر إلى السوق البحرينية لتكون هذه المشاريع هي الأولى لها ضمن مملكة البحرين والأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وذلك بهدف المساهمة في دعم جهود المملكة لتسريع عملية إزالة الكربون من القطاعات الحيوية وفتح المجال أمام تطوير قطاعات جديدة والوصول إلى الحياد المناخي في عام 2060 وذلك وفقاً لإستراتيجية الوطنية للطاقة أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن تجربة المملكة الناجحة في ترشيد المياه في القطاع الحضري ممثلة في المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للوصول إلى الاستدامة المائية سهمت في تحقيق وفرات مائية تجاوزت 8 ملايين متر مكعب حتى الآن جاء ذلك خلال جلسة حوارية تحت عنوان تعزيز استدامة الموارد المائية في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات منتدى المياه السعودي في نسخته الثالثة في الرياض وأوضحت الوزارة خلال ورقة عمل قدمها مدير عام الشؤون الفنية بالمركز الوطني لكفاءة وترشيد الطاقة مائي المهندس تركي القرني أن المركز تمكن من خلال فترة الماضية من تعزيز تجربة المملكة في ترشيد المياه في القطاع الحضري عبر عدة مبادرات وتطبيقات تقنية رائدة لتحسين تجربة المستفيد ورفع جودة الخدمات المقدمة لأكثر من 13 ألف مستفيد وقعت المملكة العربية السعودية ممثلة بوكالة الفضاء السعودية اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء مركز مستقبل الفضاء بالمملكة بهدف دعم نمو مجالات الفضاء الاقتصادية والبحثية والابتكارية وتسعى وكالة الفضاء السعودية من خلال إنشاء المركز إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اقتصاد الفضاء العالمي كما سيتيح المركز الوصول إلى مجتمع الثورة الصناعية الرابعة وسيعمل على تحقيق العديد من الأهداف مقدمتها إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية من قطاع الفضاء وتطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية إضافة إلى تحفيز الابتكار التقني وتحقيق الاستدامة حققت الصين تقدما ملحوظا في مجال التربية الزراعية الفضائية حيث تمكنت من تطوير أكثر من 260 نوعا معتمدا من المحاصيل الأساسية و100 نوع جديد من الخضروات والفواكه وأشجار الغابات والزهور مما أدى إلى زيادة الإنتاج السنوي للحبوب وتحقيق فوائد اقتصادية مباشرة هذا وتعد تقنية التربية الزراعية الفضائية واحدة من الأساليب الحديثة المبتكرة المستخدمة لتطوير أصناف نباتية جديدة عالية الجودة ومقاومة للأمراض وتتضمن إرسال البذور إلى الفضاء لتعريضها لظروف فريدة كالإشعاع الكوني والجاذبية الصغرى ومن خلال هذه العملية يتم تحفيز نمو النباتات وتحسين صفاتها بشكل ملحوظ مما يسهم في إنتاج محاصيل تتمتع بصفات متطورة تجعلها قادرة على التكيف مع بيئات متغيرة ومقاومة للظروف البيئية القاسية توصل فريق بقيادة علماء بجامعة هيريوتوات في سكوتلندا إلى تكوين جزيئات مجوفة تشبه القفص ذات قدرات تخزين عالية لغازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون وسداسي فلوريد الكبريت وذكر العلماء في بحثهم أن هذا الاكتشاف مثير لأننا بحاجة إلى مواد مسامية جديدة للمساعدة في حل أكبر التحديات التي يواجهها المجتمع وعلى سبيل المثال يكتسب الاستخلاص المباشر لثاني أكسيد الكربون من الهواء أهمية متزايدة فعندما نتوقف عن إطلاق انبعاث ثاني أكسيد الكربون ستظل هناك حاجة كبيرة لاستخلاص الانبعاث السابقة الموجودة بالفعل في البيئة ترجمة نانسي قنقر